أعلن شيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن الهيكل الجديد لحكومة الدولة والذي تضمن دمج عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات واستحدث مناصب وزرية جديدة ومناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية عديدة وشمل أيضا الهيكل الجديد إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة هذا بالإضافة إلى إلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها بمنصات رقمية خلال عامين ويهدف هذا التشكيل الجديد لحكومة الإمارات والذي تميز بمشاركة نسائية فاعلة في عدد من المواقع والمناصب الوزرية والتنفيذية يهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات وزيارة مرونة وسرعة الحكومة أو زيادتها لمواكبة المتغيرات اشتركوا في القناة